بهاي المعادلات العراق وين؟ العراق يمثل الجبهة اللبنانية كانت توصف بأنها الجبهة الأكثر صلابة وحتى نقرأ جبهة لبنان وأسباب صلابتها هي تكاملها الجغرافي سوريا والعراق وخطوط الدعم اللوجستي ومراكز الدعم اللوجستي مراكز الدعم اللوجستي مصادقها في العراق على مستوى قدرات التسليحية والموارد البشرية وسوريا كانت تمثل خط الدعم اللوجستي الرابط بين لبنان وبين العراق الآن يجري قطع خطوط الدعم اللوجستي لأضعاف الجبهة اللبنانية عبر الضربات في سوريا وهي مستمرة من قبل إسرائيل بعد انحسار العمليات وحصول الهدلة في جلوب اللبناني ستؤمن إلى إسرائيل وفرة قتالية هذه الوفرة القتالية لا نستبعد فيها بل نتوقع بشكل يكاد يكون مرجح أنه ستعتمد هذه الوفرة في القدرات التسليحية لتوجيه ضربات إلى مركز الإسرائيل اللوجستي وعلى بها الفصائل في العراق ما هي قدرة الردع للعراق؟ سواء كانت عسكرية أو سياسية عسكريا قدرة ردع لإحتمال ضربة من إسرائيل غير ممكنة لضعف الإمكانيات والقدرات الوطنية يبقى منه؟ يبقى الدور الأمريكي الدور الأمريكي لن يسعى باتجاه منع هذه الضربة لأنها تستهدف الفصائل التي أيضا تستهدف المصالح الأمريكية وهي فائض في إدارة التوازنات بالنسبة للعراق لكونها ذراعا الإيرانية